خبر مفرح لمنتخب الجزائر والمغرب ومصر وتونس قبل مواجهات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام أهلا بكم سلاسة أسباب تدفع فيفا للاستعانة بحكام من خارج إفروكيا لإدارة المباريات المؤهلة لكأس العالم تردتت أنباء خلال الساعات الماضية تشير لوجود اتجاه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للاستعانة بحكام من خارج إفروكيا لإدارة مباريات المرحلة الفاصلة من التصفيات الإفروكية المؤهلة لكأس العالم 22 وكشف مصدر مسؤول أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يتجه للاستعانة بحكام من خارج إفروكيا لإدارة مباريات المرحلة الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم وأشار المصدر إلى أن حكام كارتي أسيا وأوروبا هما الأقرب حتى الآن للاستعانة بهم لإدارة مباريات المرحلة الفاصلة وأوضح المصدر أن هناك سلاسة أسباب دفعت فيفا للتفكير في هذا الأمر وعدم تكليف حكام من كارة إفريقيا لإدارة مباريات المرحلة الفاصلة والتي جاءت على النحو التالي أولا ارتكاب أخطاء جاسيمة في بطولة كأس الأمم الأفريقية أدت لتقديم شكوى من جانب مصر والمغرب والجزائر وتونس ثانيا تراجع المستوى الفني لغالبية حكام الصف الأول في كارة إفريقيا ثالثا قلة حكام الفار في كارة إفريقيا وعدم وجود عدد كافي لإدارة مباريات المرحلة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم عن كارة إفريقيا هذا الخبر مفرح جدا لوجود وضمان العدالة التحكمية لمنتخبتنا العربية في المباراة الأخيرة والفاصلة المؤهلة لكأس العالم أولونا رأيكم في التعليقات ولا تنسونا برايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته